السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن يا ثالث سنتابع اليوم حل أسئلة المراجعة صفحة 82 و83 و84 والآن دعونا نبدأ بالسؤال الأول أسمي كلا من المجسمات الآتية الآن سننظر إلى كل مجسم كما هو مبين في الشكل ثم نسمي كل مجسم سنبدأ المجسم الأول هنا ما اسمه يا ثالث أحسنتم كرة المجسم الأول كرة الآن المجسم الثاني هنا ماذا نسمي هذا المجسم يا ثالث أحسنتم مخروط هذا المجسم نسميه مخروط الآن المجسم الثالث هنا ماذا نسمي هذا المجسم يا ثالث أحسنتم هذا المجسم الثالث نسميه متوازي مستطيلات إذن هذا المجسم متوازي مستطيلات حسناً الآن المجسم الرابع هنا ماذا نسمي هذا المجسم؟ أحسنتم هذه علبة الفاين على شكل متوازي أيضاً مستطيلات والآن وأخيراً هنا هذا المجسم ماذا نسميه يثالث تذكروا لديه وجهان دائريان من الأعلى ووجه دائري من الأسفل أحسنتم هذا المجسم نسميه أسطوانة إذن كرة مخروض متوازي مستطيلات أسطوانة لأن ننتقل إلى السؤال الثاني أملأ الجدول الآتي الآن المجسم الأول هو مكعب والمجسم الثاني هو أسطوانة المطلوب منه أن نضع هنا عدد الأحرف وقلنا سابقاً بأن الأحرف هي نفسها الأضلاع أي القطع المستقيمة التي تشكل المجسم أو الشكل الشكل الهندسي الآن هنا مطلوب منه أن نضع عدد الرؤوس أي الزوايا في الشكل هون عدد الأوجه وأخيراً شكل الوجه للمجسم نبدأ بالمكعب الآن كم عدد الأحرف أي الأضلاع يا ثالث في المكعب؟ أحسنتم إثنى عشر الآن كم عدد الرؤوس يا ثالث؟ تذكروا برافو عليكم ثمانية وعدد الأوجه في المكعب كم؟ أحسنتم ست أوجه وشكل الوجه الواحد انظروا ما شكل الوجه يا ثالث؟ برافو عليكم شكله مربع الآن ننتقل إلى المجسم الثاني هذا المجسم كما قلنا سابقاً نسميه أسطوانة الآن كم عدد الأحرف يا ثالث في الأسطوانة؟ أي كم عدد الأضلاع؟ برافو عليكم قلنا بأن الأسطوانة ليس لها أحرف أي ليس لها أضلاع كم عدد الرؤوس يا ثالث؟ أيضاً ليس لها رؤوس عدد الأوجه؟ أحسنتم وجهان وجه من الأعلى ووجه من الأسفل ما شكل الوجه يا ثالث؟ انظروا ما شكل الوجه؟ برافو عليكم شكل الوجه دائرة الآن ننتقل إلى السؤال الثالث أحوط المجسم الذي أرى فيه الشكل المبين أحوط أي أضع دائرة الشكل الأول هنا لدينا الشكل الهندسي اسمه دائرة الآن سنرى الدائرة هل موجودة في المكعب أم الأسطوانة أم متوازل مستطيلات؟ هنا يسألنا شكل الوجه أي يقصد بأن الشكل المبين في أي من المجسمات الآتية أي شكل الوجه هل المكعب شكل الوجه لديه دائرة؟ أحسنتم لا الأسطوانة؟ بالطبع نعم لأن شكل الوجه في الأسطوانة دائرة إذن نضع دائرة على الأسطوانة أما متوازل مستطيلات طبعا شكل الوجه مستطيل الآن ننظر هنا الشكل الثاني هو المستطيل هل المستطيل موجود في الأسطوانة؟ طبيعا لا في المخروض بالتأكيد أيضا لا في متوازل مستطيلات؟ نعم لأنه شكل الوجه المتوازل مستطيلات لديه 6 أوجه والوجه الواحد على شكل مستطيل إذن هذا المجسم هو عبارة عن الإجابة الصحيحة الآن الشكل الثالث هو مربع الآن لنرى هل شكل الوجه في الكرة مربع؟ أحسنتم لا في المكعب؟ نعم صحيح أحسنتم إذن المكعب شكل الوجه في مربع أما في متوازن مستطيلات كما قلنا سابقا بأن شكل الوجه لديه على شكل مستطيل الآن ننتقل إلى السؤال الرابع أصف النمط الآتي لفظيا وأحوط الخطأ ثم أصححه الآن سنقرأ النمط لفظيا أي بالكلمات نقرأه مع بعضنا البعض الثالث متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات مخروط متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات مخروط متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات مخروط متوازي مستطيلات مخروط متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات الآن قبل أن نحدد الخطأ ونصححه أريد منكم يا ثالث أن تقولوا لي ما هي وحدة النمط في هذا النمط وقلنا سابقا أعود وأذكركم بأن وحدة النمط هي عبارة عن الشيء الذي يتكرر في كل مرة ما الشيء الذي كان يتكرر في كل مرة برافو عليكم متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات مخروض إذن نحوط وحدة النمط هنا تفقنا وسأكتب بالأعلى وحدة النمط حتى تتذكروا أنها الشيء الذي يتكرر في كل مرة تفقنا هي عبارة عن وحدة النمط الآن نعود ونحدد الخطأ هنا قلنا وحدة النمط متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات مخروض الآن هنا متوازي متوازي مخروض متوازي متوازي مخروض متوازي مخروض هنا الخطأ يجب هذا المخروض أن لا يكون موجود يجب أن يكون بدلاً عنه ماذا؟ أحسنتم متوازي مستطيلة يجب أن يكون بدلاً عنه متوازي إذن هكذا يا ثالث وصفنا النمط لفظياً أي بالكلمات حددنا وحدة النمط أي الشيء الذي يتكرر في كل مرة وحدة النمط هنا متوازي متوازي مخروط متوازي مستطيلات طبعاً متوازي مستطيلات مخروط وحددنا الخطأ هو في المخروط هذا وضعنا عليه إشارة خطأ وصححناه بأنه هنا يجب أن يكون متوازي مستطيلات وضحته لكم بالكلمات وأيضاً بالرسم الآن ننتقل إلى صفحة 84 السؤال الخامس السؤال الخامس يقول أذكر اسم المجسم في كل من الحالات الآتية يعني عبارة عن كأنه حزيرة وإحنا يجب أن نحذر ما هو المجسم الذي نتكلم عنه في كل جملة اتفقنا هيا نبدأ ألف أنا مجسم لدي ستة أوجه على شكل مربعات فمن أنا؟ يعني ما هو المجسم يا ثالث الذي لدي ستة أوجه والوجه الواحد على شكل مربع تذكروا ما اسم المجسم هذا؟ برافو عليكم مكعب إذن هذا المجسم الذي نتحدث عنه هو المكعب إذن المجسم الأول هو المكعب الآن ننتقل إلى با أنا مجسم لدي ستة أوجه على شكل مستطيلات فمن أنا؟ برضو مجسم لديه ستة أوجه لكن هذه المرة شكل الوجه على شكل مستطيل ما اسم المجسم هذا يا ثالث؟ أحسنتم متوازل مستطيلات إذن متوازل مستطيلات لبا الآن جيم أنا مجسم لدي وجهان دائريان فمن أنا؟ أحسنتم الأسطوانة إذن جيم المجسم الذي له وجهان دائريان هو الأسطوانة دال أخيرا أنا مجسم لدي وجه واحد دائري الشكل فمن أنا؟ ما اسم المجسم يا ثالث الذي لديه وجه دائري واحد فقط؟ أحسنتم المخروط والآن يا ثالث دعونا ننتقل إلى السؤال الأخير السؤال السادس أحوط المجسم الذي يمكن تركيبه من الأوجه الآتي أوجه الآتية وأذكر اسمه الآن طبعا نحن لدينا الآن كما ترون واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة لدينا ست أوجه وهذه الأوجه جميعها على شكل ماذا؟ أحسنتم على شكل مربعات طيب تذكروا الآن ما هو المجسم الذي نستطيع أن نركبه ونكونه من ست أوجه على شكل مربعات؟ أحسنتم المكعب نستطيع تشكيل المكعب إذن نحوط المكعب إذن هنا نستطيع تركيب مكعب ليس أسطوانة وليس متوازي مستطيلات الآن نذكر اسمه في الأسفل هنا المكعب إذن المجسم الذي يمكن أن نركبه من ست أوجه والوجه الواحد على شكل مربع هو المكعب وهكذا نكون يا ثالث قد أنهينا وحدة الهندسة وختمنا أخيرا بحل أسئلة المراجعة ونلتقي إن شاء الله في الوحدة الثامنة والأخيرة في كتاب الرياضيات وهي جمع البيانات وتمثيلها إلى اللقاء